جسمي لدي أمانة من خالقي فمن الأمانة الاهتمام بصحتي صونا لها بوقاية وتحفظ والأخذ بالأسباب عند إصابتي هذا دواء الداء لكن الشفاء هو منة الرحمن ليس بقدرتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بلغنا رمضان اللهم يجعل خدوم رمضان خيرا وبركة علينا وعلى الإسلام والمسلمين يا رب العالمين في شدة تبقاء الأرض يا رب العالمين هل لكم شهر يعني مهما تكلمت عن فوائد شهر رمضان المبارك العقائدية والدينية هاي أدعى المجال لإخواننا في قسم العقيدة الإسلامية الطبية هذا يعني يعني عفوا أنا بحاول أقدم معلومة بإذن الله تعالى هم عملية وصح وتنفع عباد الله وتقوي إيمانك يعني أنا عندي شجرة أثبتها هون بالعقيدة الصح أثبتها هون بالمعلومة الصح الصيام أفضل عبادة ممكن الواحد يجاهر بيعطى الصدقة أو الزكاة أو الصلاة أو رعى الحاجة إلا الصيام هذا بينه وبين ربه لا يمكن مهما تمأغش الناس الواحد إلا في الصيام فلذلك نصر الله العفو العافي تعجبني التهنيئ سيد محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام في رمضان يعني قولهم يعني حديث صح بس إن أو في شبهة لكن إنما يعني حديث الكلام رسول صلى الله عليه وسلم أكيد في فائدة أتاكم رمضان شهر يخشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء اللهم أجب دعواتنا يا رب العالمين ويباهي بكم الملائكة فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن شقيء من حرم فيه من رحمة الله يا لطيف نفسه الله العفو والعافي اللهم سلمنا رمضان لرمضان هذه دعوة وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين يعني عندنا الحمد لله دينك كل فترة تجيك مثل محطة بنزين تقوي عزيمتك الإسلامية وعقيدتك الإسلامية الحمد لله ورمضان هذا الشهر الكريم شهر الصوم أكيد يعني شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن يعني شهر رمضان شهر القرآن يا أخي اللي ما معلم ولاده كيف يقرأوا الفاتحة أو آخر صورة الفتح يعلمهن الآن الله يرضى عليكم يعني ما يمعقول يصير عمره خمسين سنة ما يعرف أرى الفاتحة أو آخر صورة الفتح اللي فيها جميع لغة العربية أحرف اللغة العربية كلها يعني أنا بس يعني تنبيهات ملاحظات بسيطة أكرر أيضا رمضان قصير لا يحتمل التقصير وقدومه عبور لا يقبل الفتور فكلما تكسل تذكر قول الله تعالى أياما معدودات قولا حلو ومأسور جدا وآي من القرآن الكريم جعلنا الله وإياكم ممن وفقه لاغتنامه اللهم أمين يعني فأذكر فإن الزكرة تنفع المؤمنين يعني المؤمن اللي هو مسلم بترفع بتقرب إلى الله بعبادته وعقيدته الطيبة السليمة يرتفع بعباد الله مؤمن مؤمن لصالح صالح لمحسن هذه الدرجات المسلم يعني عند الله فإذاك أنا برأيي نبتدي الصيام يعني سبت رسميا إنه بيقلل ال-IGF وال-PFA بتينتهم هدولي لما أنا بصوم سبحان الله الخلايا التي تشيخ تكبر في السن يأتي في الصيام تأتي المكر الخلايا اللي بتنظف الجسم تنظف جسمي من الخلايا الشيخوخة أو التي هرمت وفي خلايا عندي عم بتفكر اللي بتعمل سرطان كمان أيضا ينظفها وهذا العالم الياباني الأخذ عليها جائزة نوبل على بحثه في ذلك وأسبة ذلك يعني الصيام يعني الصيام كله فوائد يعني مثلا أول شيء نفسنا بإزالة السموم أيضا المواد أهلكت الكبد يعني أسأل الله أنا قلنا لكم التدخين عم جمع الخلايا السرطانية يساعد على تجميع الخلايا السرطانية وتعمل لي سرطان في البنك الرئاس في القولوم في الرئى في المري فلذلك يعني حان الوقت يا أخي فرصة برمضان وقلت لكم أنا جرب موضوع جربت طرق مكافحة التخين وجدت أفضل طريقة وأفضل أفضل طريقة لهذا الصيام من الفجر إلى المغرب هنا قطع ما أدخن وفعلا جربناها ولله الحمد هي جربة أربعة أيام ثم قاعدة 16 يوم كمان تستمر على ما أنت عليه بإذن الله تعالى تبطل حتى اللي ما في إرادة شوف الإرادة هون الإنسان على المحق عندك إرادة بإذن الله تعالى ستقف هذا التدخين وحكية يعني ممكن ترجعوا لحلقات التدخين ومساوئه وبعدين تدخين السيجارة الإلكترونية تكتبوا في اليوتيوب صحة قناة زاد ترجعوا في مرجع مثلا منشان هي منشان اللي بدي يتأكد يعني من فوائد إن شاء الله الصيام فذلك هذه دعوة صريحة لمن يحتم بصحته إنه يا جماعة بدي أبطل التدخين في رمضان ممتاز مو والله أجي على وقت الإفطار أول شي أبتدي فيه السيجارة حتقول لي طيب أنا محتاج نيكوتين يا دكتور صار عندي إدمان طيب هاي واحد اتنين حتقول لي عم ريح لي نفسيتي فعلا الإدمان النيكوتين بيعمل نوع من أوكي نحن نعمل برجة هناك اسمه الإرادة الإرادة أهم شي وينزف جهاز الهضم يعني فرصة تريح جهاز الهضم الإعداء بيشتغل إدعاء الشهر حان الوقت لتريح المعيد الكبد يفرز السمو وينظف نفسه والحمد لله إنه صار خلايا الكبد بعض ممكن تجدد نفسه خاصة إذا كان عندك الكبد الدهني يعني أنا بدي مثلا الدخول على الحمام الإمساك وعدم الانتظام أيضا الحموضة في المعيد ارتجاع المري هذا الوقت المناسب لتريح هذا الجهاز الهضمي هاي بالمناسبة أنتقل فورا نجي نفكر الوقت الإفطار أهم شغلة عندي هتناول ثلاثة مرات مثلا لا مريض السكر ياخد العجوي مثلا وهي فورا سكر بسيط ما هو معقد فورا يطلع على مركز الشبع على الدماغ وخليك أو الستسفاكشن اللي هو الاقتناع بأنك أنت أكل تاخد هدول وتشرب حليب أو لبن ما في أحلى منهم يفطر مو أروح ولا رأسا يلا أجي ضرب يلا أنزل على الأكل لا 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 بعدين ثقافة الشربة ثقافة السلطة بعد ما أقوم أصلي المغرب أبتدي بهذه هالنصيحة الطبية السلطة فلذلك هنا الخاصة الورقيات جدا مفيدة يعني أنا بدي أريح جهازي الهضمي بهالشهر وأخذ مأكولات مفيدة أمشي نفسي أعود نفسي مثلا قبل أي أكل أبتدي بشربة أبتدي بسلطة سلطة مثلا أحط عليها زيت زيتون وأحط عليها ليمون كذلك الأمر يعني بدنا نعمل هاي رمضان تهذيب لنوعية الأكل ناكله ناكل أكل مفيد وليس إلا رأسا أكل والله إيه رزوها نجي مثلا كمان على الليمون زي ما قلنا البرتقال العسل مثلا اللوز المشموش الجاف التين الجاف البروكولي هذا جدا البروكولي مفيد ويمنع سرطان القلوم مثلا يعني يعني عفوا أنا عم بحكي بالمناسبة على الجهاز الهضمي لو ناكل أكل مفيد حتى يا دكتور لا أنا بدي أكل وبعدين أروح التراويح على عيني كل هالشغلات المفيدة هاي مثلا الكيوي البرتقال المسلا ممكن ممكن اللوز الجوز العين جمل يعني قصدي جدا مفيد شغلات مفيدة ناكل يا أخي يعني عود نفسك مثلا ما بين الافطار والسحور نركز على هالشغلات الفواكه الجاف مثلا المسلا اللوز والجوز هذه الشغلات هاي البسيطة نرجع منحكي برجع على مرة تانية أنا بس عم بتكلم إنه هاي هون للأسف ما بدنا والله أجي أقعد أكل رز ولحم بدون شربة بدون صلطة بعدين أجي أكل كيك أو أكل هذا غلط حتى طيب يا دكتور أنا أنا بحب والله أكل أنت أم طيب أنت صليت المغرب أمنا أكلنا الشربة والهاد وأكلت أكلك باعتدال يعني نحن قوم لا نأكله حتى نجع وإذا أكلنا لا نشفع يعني لا نشفع يعني تقوم لسه عينك في الأكل بتقوم بتصلي سنة المغرب مثلا تحاولت لي نفسك حبيت تاكل حلويا قبل ما تروح على الترويح كمان ما عنا مانا تاكل بشكل بسيط ويريد تستعيد هاي في الصورة شوفنا العسل بدل الحل السكر هذا نحط عسل أصلي حل يا أخي كل كنافة وحط معها عسل مثلا هاي هنا العسل حي تطلق أساسيات مثلا الزين جبيل طبيعي جيد مع القهوة مع القهوة البسيطة والحليب مثلا يعني برجع بالكون والكاجو كمان ما ننسأله فوائده الكبيرة يبقى أنه أول شغلة رجعنا أنه يزيل الخلايا الشيخ أو الخلايا السرطانية ويزيل السمو من الدم من الدم خاصة التي تدخل في الجسم جدا مهم والدهنيات ويريح ويريح الجهاز الهدم تكلمنا عنه ويساعد على علاج الالتهابات اللي عندهم مرض مثلا الروماتويد اللي عندهم مرض الأمراض المناعية مثلا قلون تقرحي مرض كرونز جدا الصيام جدا مفيد لهم على فكرة والبطاطا الحمراء جدا ما ننساها البطاطا كمان جدا مفيدة للناس هي وحتريح الأمعاء ويريد في الصيام يكثروا منها هؤلاء المرضى أو أي مريض عنده مشاكل امساك اسهال بعد طبيعيا منحلي البوراز نعرف ايش فيه عنه نرجع منكمل هذا بالنسبة يساعد على طبيعي انخفاض السكر في الدم طبيعيا لأني أنا أكلت السحور السحور تقريبا أكلنا بالفطار خف يعني تم امتصاصه ثم السحور جاء منركز على البيض المشلوق منركز على على السلطة زيت الزيتون شربة زفين ممتاز جدا نرجع مرة الفواكه المجففة ونجي هون برجع بقلكون يعني صديقك في رمضان نحلي الشربة أقصد عفوا السلطة جدا يا أخي مهم السلطة حتريحك وتنام مرتاح يعني ما معاول أنا أكل أكل السحور وأروح أنام مثلا ما أستنى لصلاة الفجر ما هتعرف تنام هتلاقي 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 معتك هتنام جنبك اليمين ومخضتين ثلاثة بس ما زال عم بتنام غلط فلذلك يعني كمان انتبهوا معاول أجي والله أشرب ماي والسحور وبعدين دجي بدأنا أكيد هترجع تمام مخاصة إذا كنت موضوع الحلويات هذا بصراحة مشكلة مشكلة هيلجب أن تفادها نقلل من الحلويات قدر الإمكان عفوا هناك الحلويات المفيدة نجي السنبوسة كذا كمان ما نسيت أقلكم كمان نفس الطريقة لازم يعني نختار يتعملوا على الفرنية في الشوايات هذول الأليات الجافة أو إذا تعمل المقلي ناخده ياريت يكون مزول مثلا عفوا زيت زيت دورة مثلا زائد معه زيت زتون يكون الحشو فيها شيء مفيد أيضا تمام هاي بنرجع منكمل هذا بالنسبة للسكر مثل ما قرنا حرق الدهون قلنا ضروري جدا خاصة اللي عنده الكبد الدهني حيفيدك جدا الصيام في موضوع الكبد الدهني ويريح لك ضروري ضروري يعني مريض السكر ومريض اللي عنده الكوليسترول السيء مرتفع أو عنده ارتفاع في الشحم السلاسية أن يركز على المشي بعد صلاة العصر من العصر إلى المغرب نحاول نمشي ما بدي رياضة عنيفة ما بدي شيء هذا الوقت يعني أنا مثلا الأكل الأكلته على الفطور وعلى السحور خلص على الصلاة على العصر بعد العصر أبتدي أضعف أضعف حالي من الموجود في جسمي اللي مكتنزه في جسمي ومخزنه في جسمي والحضعف يعني اللي بده يضعف في رمضان ممكن عنده فرصة ما بعد صلاة العصر يمشي فقط ما بدي هذا رياضات صعبة من شان ما ينزل السكر لدي يعني برجع بقلكون بننعد نركز نجي هون بقى هون المشكلة الآن صار عنا مشاكل أنه الواحد كيف مثلا ضيع صيامك ما في قراءة تلفزيونات المسلسلات الخايبة اللي بيجيب لي عقد نفسية جديدة اللي بتعمل لي مشاكل جديدة يا أخي اللي بتجيب أفكار يا أخي في واحد ما 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 أنزل الله بها من سلطان العائلة الصح فلذلك نبتعد مشكلتنا الآن مع وسائل الخراب الاجتماعي وكل واحد بتطلع بقولك وصف الشكل وصف الشكل يا أخي الواحد فينا ما بدي يصلح الكون بس ولكن أنا أبتعد عن هذه المعلومات الخطأ معلومات خطأ خطأ مسرب يا أخي بتسرب إلينا وكل واحد صار منهب ودب ولا حسب الدراسات طب منين الدراسات الأبحاث فين عندك يا أخي أخي لو سمحت وأي واحد يسمع خبرية غلط فيها مشكلة فيها هذا لو سمحت وبعتلي على البرنامج وأنا أرد عليك بإذن الله تعالى لأن المشكلة المشكلة عنها للأسف الشديد معلومات خطأ هنا التليفونات عفوا الأربع تلاف ما هو موجود لديه يتصل يعني يتصل على هذا أو يبعت وص على الأربع تلاف طلعوا المخرج الواتس أب ابعتوا ما عندكم مشكلة يعني نرجعتكم متحفز يعني فيه واحد فينا أنا لا تأخذوني من شهرين شفتك شغلة بعم بأشوف هذا أشوفت صورة بصراحة للآن ما عم تروح من زيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكررها دائما وأوصي بها وأوصي بها إستعيز بالله من الشيطان الرجيم يا أخي أنت ما لك النظرة الأولى لك والثاني عليك قمة التقوى أمام الله وما خفت الله إنك لما تكون بينك وبين حالك نفسك تتقي الله في هذا الجهاز المزعج وتتقي الله في نفسك وفي زوجتك وأولادك يا أخي كيف الله يوفى لك زوجتك ويوفى أولادك وأنت علاقتك مع الله صعبة ولا حتكون يا لطيف في ناس يعني الجو المادي والاعتقاد المادي لا يعرفوا شيء لا تواخذوني ما لون علاقة بالروحانيات أصلي والعقيدة السليمة يعني لا تواخذني اليوم في واحد تكلمني زميلي قال لي درست البوزية درست الهندوسية درست درست اليهودية درست النصرانية درست كل شيء وبعدين قلت ها أقرى شيء عن الإسلام قلت له يكتل خيرك وبعدين أنا أعتز في ديني ما بدي ما يهمني يعني أوكي الواحد لأن يهدي له بك معنى حديث صلى الله عليه وسلم خيره من الدنيا على عيني وراسي بس أنا بكون عزيز في نفسي كمان أوركز أعمال الموم سبحان الله حسن إسلامه يعني السؤال فين يعني 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 بعجبني مثلا حضرت له محاضرة لنائب الرئيس كان كان مسؤول لجنة الأمن القومي في أمريكا وبعدين يعني أسلم وعلن إسلامه لم يخف لم يخف أخذتوا بالكون و و و ودخلوا في نظام المواريث الإرث الميراث في صفحتين في صورة النساء عندك ملخص له مثلا بتروع على اليهودي مثلا عند اليهودي يورس الإبن الأكبر والبقاء ما بياخدوا شي وخاصة البنات كمان عند النصارى نفس الطريقة حسب ما بده الأب والأم مثلا هذا يحرم هذا يأخذ نظام الإرث فين هدول فين الذين يحطوا لك المسامير يحطوا ألمي سمارف في انتقدوا الإسلام فين كون انتوا ليش ما بتتكلموا عن نظام الإرث في عند اليهود والنصارى وعند الهندوس وعند اليابانيين ليش ما بتتكلموا يا أخي يعني 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 عجبني عجبني جرأة عم تحضر الركسترة أم قال لا والله أنا ما عرفت ده بس ببلغك أنا صرت مسلم وحبيت أهديكي هالها دية اتصاري عن الإسلام والصير المسلمين رأسا لأهل الأفرة الوراء ومشوا ونسحبوا يعني بعطيكم أمثلة حلوة وإما كنا الله ودينا وليزر تضاف هاي آية في القرآن يعني برجع بقول يعني برجع تاني لموضوعنا الأساسي الهو الصيام بالنسبة مثل ما تلكون الدهنيات هذا ارتفاع ضغط الدم يعني أنا لما أرتاح وهذا أرتاح نفسيا وهذا أكيد ده يصير ريلاكسيشن على الأوعية الدموي وحرتاح تركوا هذا الكلام اللي عم تسمعوه عم الماكنيزيام وأنا السوديام شبه هذا من أطب يا جماعة خصائين تغزيه وبدون يسوقوا بس حتى لو عم بيحكي الإنجليزي لو يقول أنا من فين مش كلام فارغ الضغط ضغط دينقاس الضغط كذا مرأسنا صار أنت مريض ضغط تاخد دواء الضغط دواء الضغط حتاخده مشان لا يجي لك مشكلة جلطة في الدماغ ما يجي لك مشكلة في الشبكية ما يجي لك بالقلب أزمة قلبية أو أمراض في أوعية الدموية في الشرايين يا جماعة هاي هالرسالة بوصلة يعني يعني جيني مريض ضغط 220 عمية وعشرين قسط له يا ضغط وعاد أخذت آريت ثلاث قراءات قسط له ضغط ينزل لتحت عند الممرضة ويقول لي يقول لي لا انزل تحت عند الطواري على الممرضة وشافتلي ضغط قالتلي لا ضغطك 140 90 مسكنة القراءة التحتينية قرأت له إياها الفؤانية والغلط قلت له طب إيش رأيك من الحلاة أنا بارك ما انتواضع لله رفع أنا بنفسي عم بقصلك الضغط يعني ما لك واثق في كلامي نص والله العفو العافية يعني بيجيك نمازج كتير يعني لما بتقول له ضغطك مرتبك أنا عم بتقول له معك سرطان طب يا أخي هذا الضغط طب إيش ذاك سوي ظروف الحياة الملح قلة شرب الماء الاسترس عجب لك ضغط طب ما هي مشكلة خد بالضغط إذا نزل وقوصي بالمناسبة أنك تجيب جهاز ضغط وتجيب السماعة وليس الديجيتال وتتعلم تقيس الضغط تروح على أي طوارئ المستشفى تعلم تقيس لأن كل يوم عندي بروح المريض باختفي برجع لك يا يا لطيف بشلل نصفي يعني اليوم عندي عد صلاة الفجر واحد عزيز علي سبحان الله جاله شلل نصفي من الضغط لا يكترس ما بد يأخذ دواغ ضغط فيه السيد المخرج عم يقول لي فاصل نخرج فاصل ونرجع نتكلم عن فوائد الصيام أهلاً أهلاً يا رمضان شهر البر والإحسان شهر الخير والبركات تتنزل فيه الرحمات تتنزل فيه الرحمات أفرح فيه بالقرآن أتلو آيات الرحمن ما أحلى آيات الله نسمعها في بيت الله أفرح فيه بالقرآن أتلو آيات الرحمن ما أحلى آيات الله نسمعها في بيت الله رمضان أتى شهر الصبر أشكر ربي عند الفطر أهلاً أهلاً يا رمضان شهر البر والإحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستأنف حديثنا يعني يعني جاني عدة أسئلة الآن جمع الأستاذ المدير القناة وجاب لي إياهم جت على الواتس بس خليها لأخير الحلقة ما عليش انتظروني بس الله يرضى عليكم عشان حاول نعمل فائدة برجع بقلكون يعني يعني بذكركم بحديث رصوص كل عام ابن آدم له إلا صنف أنه لي فعلاً يا جماعة يعني برجع بس أنا أشوف فاذكر إن الذكر تنفع المؤمن يعني الواحد شوية شوية انتبهوا الواحد أذكركم فضاء رمضان رمضان ما هو بس أكل أوكي على عيني فرصة اجتماعية يجتمع الأهل مع بعض يأكلوا على طاولة واحدة شيء من أحل ما يمكن يعني في كتير من الأسر ما بيجتمعوا إلا برمضان سبحان الله فلذلك نسأل الله إن الله يزيد الألف وصلة الرحمة بين العباد يا رب العالمين لأنه فعلاً شهر البركة يعني أوصيكم يعني نفسي الخاطئة كمان يعني بتقوى الله يعني واحد يتقى الله فينا زوجته وأولاده وأهله بأمه وأبوه برجع بذكركم أنا بس مجرد بذكر هالذكر وهي برجع يعني أنا كمان أصومها ما بدي أكل ما بدي بعد رمضان يزيد وزني يعني يعني لا توغز فعملوا هيك دراسة بسيطة بأحدى الدول العربية سبت إنه والله حسب الدراسة 75% ملي صام زاد وزنه ليش لأني عم بيجي يا لطيف على الأكل كأني محروم من الجو يا أخي ما أصير يعني حسب ابن آدم وقيماته يقوم من صلبه الرسول صلى الله عليه وسلم شوية أكل ما تطمع في الأكل يا أخي يعني يعني كمان بالمناسبة أريد أحكي لكم إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قيم الليل بضع ركعات كان يصلي بعدين جرب شاف الناس عم تتجمع في المسجد طلع من غرفته الشريفة أه صلى معهم بعدين يجمعهم قال لهم لأ منصليها مع بعض مرة مرتين بعدين تالت مرة لم يخرج قال لك أنا أخاف أن تفرض صلاة الترويح على المسلمين حتى جاء سيدنا عبرنا من الخطاب رضي الله معا قال لك شاف الناس متفرغين جمعوا نعم الترويح وقال الحمد لله حتى الآن قائمة فلذلك جدا ممتاز إذا أنا أخد الترويح من ناحية العقم مو الله الله أكبر شوفت بسم الله ما أخي أنا إن شاء الله جاي براك تشرب يصلي عشرين ركعة يعني في أحد البلاد بصلي 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 ثمينة أو اتناعش برتاح بعدين بيعطي موعزة شي نص ساعة بعدين برجع صاروخ ايش هالصلاة هيا صليت مرة كان كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي ثمينة ويوتر بثلاث على الشفع والوتر يعني هاي بالمناسبة ولا تشبيه إن رياضة أكيد اللي حيصلي الترويح هيهضم كل الأكل وحيرجع بنفسية جيدة وإيمان طيب نرجع هنا بنجي يعني برجع بذكركم يا جماعة يعني عم بحاول بالنسبة للمناعة يعني بالنسبة للمناعة عندي فعلا تزداد الجهاز المناعي مع الصيام طبيعو تلكم الفاكتور اللي بيرفع المناعة عندي وأنا أركز كمان على مثلا لبن خيار ثوم وزيت زيتون هاي مناعة بترفع لي يا هاي التوم وزيت زيتون الكركم أحطه على الشرب على السلطة مثلا بيطين مسلوقات على السحور ما ننسى البيض المسلوق هذا جدا مهم ويفيدني ويعطيك البروتين اللازم يعني يعني يعجبني بأحد الدول العربية لما بصير وقت الإفطار بيبتدوا يأكلوا بيطين مسلوق بيض بيض مسلوق وبعدين في بعض الحلوة وإذا في فاكهة يعني اللي عادي عنا لما ناكل فاكهة بعد الأكل لأهون الفاكهة يتأكل قبل وبعدين بيرتاحوا ليصلوا الترويح وبعدين بتعشوا المساء بعد صلات الترويح عادي جيدة وهون في المملكة نفس الطريقة يعني السؤال في نبتفتح بمثل ما قلنا ننظم نفسنا يبقى ثلاثة مرات لبن ماي هاد قمت صليت المغرب جيت على الأكل شربة سلطة واجبة إذا بدي أكل إذا أنا جوعان أكلنا الوجبة وبعدين بنقوم على حكم وقت الترويح والحمد لهون في المملكة يعني يعني معظم الدول الإسلامية يعني تحذو حزو المملكة فيه إنه يعملوا يعطوا يمددوا صلاة العشاء نصف ساعة مثلا العشاء ثمينة عملوا ثمينة ونصف هم فيه فرصة للصايم يعود مثلا في بيته يحب يشرب مشاريب دافية شاي أخضر كويس جيد يأكل مثلا حلا ما اختلفنا يعني عندك وقت أكتر لتلحق صلاة الترويح بالجماعة نيجي هنا بالنسبة على 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 فيه شغلة مهمة جدا يعني مثلا بالنسبة إنه مشاكل الإدمان مثلا الصيام جدا مفيد يعني يعني هاي توصية توصية من جماعية الأميركية يعني للمعلشة المدمنين إنه ركزوا يا جماعة دائما بالصيام الصيام حيمنعك من السيجرة حيمنعك من أي حبوب مدمان أو مواد إدمان أو طبيعي الخمرة هاي مسكين ما يصوم أحسن له أو المخدرات نفسه أو في أحد الدول العربية يحطوا لي في تموه هذا هذا قاتل أخي محرم شرعا أنت آثم يا أخي يجب على رجال الدين في هذه البلد يا أخي ينصحوا إنه هذا محرم شرعا لا يجوز هذا يذهب العقل ما أذكر كثيره فقليله حرام يعني هاي بس أنا بحكيها بالمناسبة يعني يا جماعة يعني برجع بركز على هذا الشرع نجيب نرجع منكمل نجيب النسبة ما ننسى إنه بالصيام لما يعني يعني تنظم أكلك نظام الأكل وقلت أنا كذا مرة إنه حتقول لي طيب يا دك تقول عشاء متأخر بعد الساعة تسعة ما ينفع تاكل في صلب وتحط راسك وتنام صح كلام الكلام صح لأني هون بهالوقت هذا حيصير امتصاص الأكل عندي عندي في الماعدة حيطلع الإنسولين الإنسولين لما يطلع حيعطل خروج هرمون الزكورة والأنوسة عند المرأة حيعطل تقول لكم المكنسة اللي بيتنظف شرايين الدماغ مشمئة ومنطقة تعمل أمايلو دوزوز اللي بيسبب الخرف والعته والزايمر هل مادي هاي كمان لما يطلع الإنسولين ما بتشتغل يعني عندي مساوي فلذلك أنا برجع بقول أنا والله السحور السحور يعني وقت السحور هنأكل وليس وليس مثلا الساعة 12 وحد لا السحور وقت السحور وأنا أضمن بعده في حركة عندي أصلي أروع المسجد في حركة أو أصلي في بيتي حيندي حركة السنة ركعتين السنة والفرد وأعود أرى شوية قرآن يعني أنا هنا بعده في فرصة لا أهضم أكلي يعني بس حبيت أركز على هذه النقطة المهمة برجع بقلكون يعني أذكركم من صامة رمضان إيمان واحتسابان غفرة له ما تقدم من ذوي وما تأخر حيئة إيمان واحتسابان ياريت كمان في العادات الغذائية كمان يعني نحاول نحافظ على نفسنا لأنه مفروض بعد رمضان إذا مشيت صح ينزل وزنك وما يزيد هاي المشكلة اللي عم بصير عم بتأكل مسافة طال يلا تعبين بدك تنام هاي النومة هاي حترفع لك وزنك أكيد ونجي بس الحمد لله مع التراويح حيروح أنا أحكي في شكل عملي التراويح حيروح حترجع من التراويح حتاكل أكلنا ما اختلفنا بس نأكل الأكل خفيف برجع بقلكون ونركز أهم الشغلة وزنك ضرب 30 هذا ما تحتاجه من الماء وزنك 130 3 التورة ما أنت محتاج زود عليها كمان نص ل 3 ونص يعني تحاول من الإفطار إلى السحور تشرب حوالي 3 لترات ونص حتقل لي القهوة الشاي قليل الشاي الأخضر يفضل الأحمر القهوة قليل إنما والله ما أجي على السحور أشرب قهوة وهذا حيضر البول أو أشرب لي والله لتر على السحور حبول طول لم أعرف أنا بعد صلاة الفجر يعني في مساوى كتير يجب أن هذا مثل ما اتفقنا إنه نركز كمان على الطعام المليء بالألياف و يساعد طبيعي ما يجي لك إمساك ويبقى وضعك طيب برجع بقلكم يعني عندي هالنقطة هاي نجي هنا بالنسبة يعني بعدين حتكلم كل مريض إيش يساوي في رمضان وكيف يجهز نفسه ونركز على اللحم السهلة الهضم اللي هي السمك التونة الصدر الدجاج نقلل منه الدجاج مو كتير هو اللحم معنا مشكلة يعني برجع بقلكم يعني أفضل يعني أول في عندي مراحل الصيام يعني أول الشي لما تحرق الدهون و يقلل تحطم الخلايا هون مرحلة اسمها الكيتوزز يعني الكيتون برتفع في الدم عندي وبعدين بيبتدي الخلايا مثل ما قلنا الأوتوفيج بيبتدي اللي تلتهم الخلايا السرطانية تشتغل وقلنا بيطلع المادة هاي بالليل مشان تنظف ما يترسب الأميلود في شرايين الدماغ وما يجي بالمرض ما يجي له المريض الززايمر بعدين بيطلع هرمون النمو بعدين بيطلع الإنسولين بينزل بعدين عنا بيطلع خلايا المناعة تطلع يعني عندي خمس مراحل في أي صيام هيك بيصير في هذا أم بحكي من رؤية النظر الطبية الصرفة إيش عم بصير معنا في هذا هتقول لي هذا مثلا مثل ما قلت لكم فات بوع مثلا عم ببني جسم من صفر لأربع ساعات يبتدي يكسر الخلايا المال لازم من 4 إلى 12 ساعة من لماء يبتدي الخلايا الدهنية من 12 إلى 18 ساعة وبعدين يبنزل عندي الكيتوزز اللي هو مثلا واحد واقف ما بيأكل يوم يوم ما بيسمع والله أنا عملت ما بدي إضراب ما بدي أكل يبتدي الأول بتروح الخلايا السكريات يعني بتروح الدهنيات يبتدي إياك والعضلات عنده يبتدي إيه يضعف هنا في عندي لا اسئلة هذا وردتني وإن وقتنا بسيط أظن هيك بهذه الطريقة يعني برجع بقلكون في هنا التوصيات على يعني مثلا ياريت أمشي ركز على المشي متل ما اتفقنا والأفطر حاول تحض دائما السلطة والشوربة والجنب المخللات والبطاطس المقلية والشوكولات والكفاين تمام نركز على البقوليات هاي كمان والخضار والفواكه ونركز على الماء متل ما اتفقنا وإذا بدك تزود على الماء اللي بدك تشربه شوية ليمون كمان جدا مفيد أو لبن أو حليب متل ما أنا وثلاثة تمرات الفواكه كمان موجودة الأهم وعلى البطيخ وعلى الكيوي وبرجا بقول يعني نشرب متل ما قدت لكم يعني حاول هنا العصائر هاي الصناعية ما بدنا يا أخي اعمل في بيتك عصير فريش أفضل تشربه مثلا مكسل اشتري مكان موسوق فيه بحيث ما يكون فيهم سكر ولا فيهم مجال للغش تمام هاي هنا هنا بالإجان بالنسبة حقف أنا هاي نقطة الآن أظن الحلقة يعني قدر الإمكان نجي هنا كمان تجنب المشاريب الغازية وأي شيء ملون موجود هذا خاصة ألوان الأحمر والبرتقالي هذول كلهم فيها صبغات بتأثر على كرات الدم الحامرة طبيعي والمشاريب الغازية للأسف ما في من أي فائدة ينتابهوا تجنبوها وهي سبب السمنة عند أولادنا والوجبات الجاهزة يعني بشكل عام هيك تقريبا غطينا الأفئل يعني عندي عندي أفكار كتيرة بس ما حقدر أقدر لكون سيد مخجم يقول لي في معنى فاطمة من مصر ما كتبت عفوا أختي عندها سكري وما تأخذ يدوى ويتصوم وما تتعب على كده لكن أنا خايفة على هذا سيدتي صحة يعني ما تأخذ علاج طب ياريت ياريت تكون عم تسمعني السكر يدوى 11 سنة معاه فما بتأخذ ليه علاج ويتصوم ويتقول ما قعد تتعب طب نحن 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 طب نحن أول نصيحة السكر مرض ما نعمل مثل مرضى الضغط الذي يأخذ علاج وما له مزاج يسمع كلام الطبيب نفس الطريقة السكر بعض أنا أنا ما عندي سكر طب يا أخي سكرك 300 هنحلل قبل الأفطار وبعد الأفطار بساعتين نفس الطريقة قبل السحور وبعد السحور بساعتين وممكن ساعة 12 إذا السكر عندي فوق حعطي مجال للمية واربعين إذا فوق المية واربعين هنا يجب أن نأخذ علاج علاج رسمي للسكر لو سمعت أولا حمتنع عن السكريات حتى اتمر العجوي هو أقل فيها نسبة من السكر وبعد نفس الطريقة حنصح نبتدي بمنظمات نظفات منظمات السكر نعطي تنصحي يعني منخاف يا لطيف أثناء مثلا يا أما إزازات السكر يدخل غيبوبة السكر أو ينخفض السكر يدخل في غيبوبة انخفاض السكر ولكن بما أنه عم تقولي عنده مرض السكر انصحيها حمية من الرز ومن الحل ونبتدي ناخد لو سمعت علاجات السكر نبتدي في المنظم معروف في مصر في غلوكوفاج معروف هذا هذا نخليها ألف مرتين في اليوم ما نفع ناخد أدوية السكر المعتادة ما بقدر بقول اسمها الحجوب كمان نفس الطريقة بناخد بإذن الله الهدف ناخد حبي قبل الفطور قبل السحور يعني الهدف انه أضمن انه السكر عندي ينتظم تحت المية واربعين هو المفروض مية وخمسة عشرين والسكر التراكمي ينزل عندي تحت السبعة يعني 6.6 فلذلك بعمل تحليل السكر تراكم لتقنعيها وبتحليلي قبل الافطور وبعد الافطار بساعتين التقنعية أولا هذا مرض السكر ممكن يأثر على الشبكية يأثر على الكلة يخرب الكلة لو سمحتي تأخذي تنتظمي على العلاج وبانتظام لو سمحتي خذي العلاج لأن ما ينفع والحمية الكاملة ونضيف كمان هلا إضافات أكيد بتفيد اللي هو الشيح نغلي مغلي الشيح جدا كويس مع شوية زهورات أو ينسون كمون أو قرفة القرفة بتنزل السكر الشيح بنزل السكر التوم زيت الزيتون بنزل السكر يعني أخذ الشغلات التي تفيدني وعمليا ثبت أنها مفيدة بالإضافة للعلاج أحدث ما وصل إليه الطب تمام هاي مثلا بالنسبة للسكر نصاحة في هنا في أم عبد الله كمان مشاركة صوتية تفضلي مبارك رمضان مبارك يا 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 دكتور أهلا بيكم والله يبارك لي من المغرب أنا السيدة عندي سبعين عام في عمري عندي الروماتويد وعندي باكنسون وعندي السكر وعندي الضغط أرجوك لما شربت الدواء بيجيني باكنسون في اليد اليوم الأصوم أو لا أصوم أو لا شكرا يا دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أول مرض عندك البركنسون البركنسون الشلل الرعاش هذا بتاخدي العلاج بتاخدي ما بين الإفطار والسحور ممكن تاخدي على الفطور حبة وتاخدي ثلاث حبات وحبة الساعة 12 وعلى السحور هاي بالنسبة حلينا مشكلة دواء الضغط مثل ما قلنا يعني يفضل الآن تأخير دواء الضغط لبعض التراويح تاخدي دواء الضغط وتقيسي ضغطك على الفطار وتقيسي ضغطك على السحور وتشوفي كام الضغط هل تزبط الحبوب إذا ما تزبطت منزود حبة تانية للضغط وكما ذكرت للأخت السائلة السؤال الأول أنه عن السكر يجب أن نزبط السكر وتهتمي في تغذية يعني ممكن تصومي وما شاء الله باين من لسانك أنه تمت السيطرة على شلل الرعاش فلذلك تاخدي دواء شلل الرعاش البركنسونيزم مثل ما أنت على الظبط ومع منزود بس شغلي السبط أنه الآن هو في الزيت جوز الهند عم بينفع وبعدين العين جمل أو جوز جدا هيك خمس نصاص تاكلية سبط هدول الاتنين جدا مهمين وفيدوا الدماغ أيضا يعني لأي أحد عنده في العين عنده خرف أو عطه أو ألزايم لو سامحت منصير عمره خمسين سنة خمسة وخمسين ركض على زي جوز الهند وعلى عين الجمل اللي هو جوز وعلى الزبيب الأسود بزر الزبيب الأسود تضربه بالخلاط وتشربه جدا مفيد حتى اللي تسكر ما حيرفع السكر كتير تمام هاي بالنسبة في جانا سؤال أمال من مصر أنا مريضة قصور في الشريان التاجي وضغطي مرتفع وبأخذ عاوز أعرف أخذ العلاج إزاي بعد الإفطار كلامك صح إذا عنده مشاكل في القلب بس لم تذكر أنه عمل يتقصر هالحط الدعمات مهم عنده مرض قصور الشرياني بين المغرب والسحور تروحي على طبيب القلب في القاهرة في مصر تسألي قليله لو سمحت قيم لي واضح هينصحك يقولك يقولك عندي عندي فيه من العراق كمان تصواني بس أخلص هاي تعطي ينصحك الدكتور كيف تاخذ علاجك كيف تمشي أكيد الأسفنين الأسفنين هتخليه بعد السحور أو مميع دم تاني اسمه بلافكس 75 تخليه على وقت الإفطار تثبت العلاج ما بين الإفطار والسحور ومن حكيك ما عندك هبوط في القلب يعني ما شاء الله بتنفس كل شي تاخذي العلاج وتصومي وتسأل الله اللهم استعمل بطاعتك بدني هذه الدعوة جدا جيدة فيه الأخ عبدالله من العراق دكتور أنا عندي الكوليسترول مرتفع وعندي 229 225 وفيتامين دال محلولة مش كلتو قلنا فيتامين دال مليون ألف مرات تسعة بتاخد الخمسين ألف أول شهر أسبوعيا وبعدين بتخليه شهر الثاني كل أسبوعين مرة بعد شهر الثالث كل شهر حبة وحدة لأن فيه عندي تصمم من آخذ جرعة الزياد الريتامين ده اللي يبتدي يسحب الكاليسوم من عظمي صار زيت نفسي أكثر تمام علاج الكوليسترول تاخد له زعيم المضاعفات إليك هذا وأنزيمات الكبد هون بتتوقف دوال الكوليسترول أنا مالي محتاج آخذ وبعدين هون عمال ال62 الكبد أنا عندي أهم من دوال الكوليسترول تمام نجي هون بناخد زيت الزيتون والكوليسترول بتخليه زعب تاخد حبة بتخليها ربع حبة مثلا أو بتغير دوال يا أخي بصراحة الآن المسموح في مصر أصدعفهم في أمريكا وكندا النيكوتينيك أسد اللي هو لعلاج الشحوم الثلاثية سبت أنه مفيد لك كوليسترول الجيد وكوليسترول الشحوم الثلاثية جدا ممتاز تقدر تاخد هذا الدواء حبة بعد الإفطار يوميا تمام هاي هون محمد من مصر هل شرب الحليب بالشوكولات مضرب الصحة أخ أول النوع الشوكولات طالعب تنحط عجب نوع كويس هاي شغلة لازم تسأل نفسك فيه والحليب نوعك جيد ما يكون مبسر أو مبودرة على العموم بس ما فيه أزي يعني بالعكس ما عندك مشكلة شرب الحليب بالشوكولات بس يكون انتقي النوعيات الجيدة التي لا تؤذي بعدين ما تنسى فيه سكر هاي كمان يعني مهم يعني مفيد لا فئات السيد المهجع واللي انتهى وقت هذا وتوجه بالشكر لا التيم الفريق اللي معي هون اللي عمل بصور الحلقة ومدير القناة وسيد المخرج جزاهم الله عننا كل خير و يعني تذكركم بها أياما معدودات وأذكركم دعوة أهل الكفر ربنا آتنا من لدونك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدة في كل شيء تذكروها الآية دائما وبعدين اللي بيجي له قلق أو هذا أذكرك بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فلعبدو رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنهم من خوف بس بإذن الله تعالى الله يرزاكم الطمأنينة ووجه تحياتي لكم جميعا وأرجو من الله أن يكون قدوم شهر رمضان خيرا وبرك علينا وعلى الإسلام وإسلام وأسلمين وحاولوا اشغلوا نفسكم أدر الإمكان وابتعدوا عن المسلسلات وأجهزة الخراب الاجتماعي ما بدنا وسوسة جديدة ولا أفكار مخرجة جديدة والله يا جماعة والله بترتاح بترتاح يا أخي واتجأ إلى الله يا أخي عندك باب التوبة مفتوح دائما لا في بينك وبين ربك حجاب ورجع إلى الله دائما ورجع إلى الله الدعوة مفتوحة بس وفقني الله وإياكم إلى حسن عبادة الله وطاعته أتمنى لكم صوما سعيدا ومباركا وجعل الله من عتقاء رمضان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جسمي لدي أمانة من خالقي فمن الأمانة الاهتمام بصحتي صونا لها بوقاية وتحفظ والأخذ بالأسباب عند إصابتي هذا دواء الداء لكن الشفاء هو منة الرحمن ليس بقدرتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر